أبدأ معك؟ يلا بنا نبدأ معك نهاردة كنت مبسوط ولا زعلان؟ زعلان جدا زعلان جدا لأنه ما ينفعش معادلة النادي الأهلي وبيلعب أي فريق أي أن كان الفريق اللي بيلعبه ما ينفعش معادلة النادي الأهلي أبدا أبدا تبقى منقوصة أبدا مش بس منقوصة أنت عملت مشكلة كبيرة جدا جدا لنفسك أنك حاولت أنك تعمل اللي أنت متوقع أنك تعمله من غير ما تحضره لكويس أنت حضرت الجزء الدفاعي اللعبة كان عندها كمان البعد النفسي بشكل كبير جدا جدا متأثرين متخوفين من الهزيمة تم إعدادهم لده لازم نقفل المساحات لازم شغل الدفاعي يكون بالشكل ده لكن عملية تطوير الهجمة بعد ما يأخذوا الكرة أعمل بها إيه؟ ما فيش بعد ما أخذوا الكرة أروح فين؟ ما فيش وكأن وكأن لعبت النادي الأهلي فقدت الزاكرة بعد الديها سبعة الأهلي بدأ بداية جيدة جدا للمباراة شغل كاونترز بشكل ممتاز خروج ريدا سليم على ناحية الشمال نزول بيرسي تاو نفس اللي كنا بنقوله تحضيرا للمباراة أنه يتعمل سبعة دقيقة الأهلي عمل سبعة دقيقة ممتازين دخول جايد للمباراة راح حاول ريدا سليم عدى في واحدة تعامل معه فاول هنتكلم عليه بعد شوية في واحدة اشتغل مع صلاح محسن في واحدة بيرسي تاو عدى في واحدة كنت ده فين؟ في سبعة دقيقة ولانين بعد الدياة سبعة وكأن اللاعبين فقدوا الذاكرة تماما كل اللاعبة مش قادرة تطلع بالكورة من الخط الخلفية مش قادر يعمل لونج باس دقيق التحركات عشوائية جدا بتحاول بس انك تقفل المساحات لكن هتعمل ايه بعد ما تاخدوا الكورة؟ مشكلة كبيرة جدا ده اللي حزني انك تحس في وقت ونوقات انك قليل حيلة مش قادر تطلع تحت الضغط مش قادر تطور الهجمة بقية شكرا اشتركوا في القناة